مرحبا أيها العام الجديد هل من جديد؟ تحمله في طيات أيامك التي لم يطلع عليها سوى العليم الخبير لقد قلبتنا الحياة كيفما تشتهي أيها العام الجديد لا تجرح أحلامنا ولا تنسى على جسر أوجاعنا سكين جرحك الذي لا يندمل سترحل غدا وسنبتسم عندما نتذكر لكننا لن نخفر لك قسوتك أيها العام الجديد ارفق بأحبتي وأصدقائي أريد تذكيرك بأننا تألمنا من العام الذي قبلك ولكن لو لا الألم لما عرفنا قيمة الاستمتاء لكن لا تكن قاسيا فتكسر أحلامنا أيها العام الجديد قد تكون هزائمنا أكثر من انتصاراتنا وجروحنا أضعف من سنين أعمارنا ولكن تعلمنا أن الجروح التي تصيبنا تجعلنا أكثر احتراما لأنفسنا والأصدقائنا ولأحبتنا أيها العام مهما كانت رياحك عاتية أعلم أن هناك أشياء تستحق أن نحلم بها ونعيش من أجلها اليوم في حديث بغداد سيكون عنوان الحلقة بالوفاء ننتصر على الوباء ترجمة نانسي قنقر